تعمل الصيدلية العصبية والتي انطلقت في مدينة الرستان منتصف عام 2015 لتخديم نحو 50 مريضا عصبيا من أبناء المدينة تعمل اليوم على تخديم أكثر من 70% من مرضى الأمراض النفسية والعصبية بريف حمص الشمالي بعدد إجمالي يزيد عن 500 مريض ولا تزال تشهد إقبالا متزايدا من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يخضع المريض لتشخيص طبي عام لحالته المرضية من قبل طبيب مشرف وطبيبة عصبية قبل صرف الدواء المناسب له بشكل شهري بالنسبة لي كطبيب أطفال مشرف على صيدلية الأمراض العصبية طبعا أنا بشوف المرضى بعد ما يكونوا أطلقوا العلاج عند أخصائي العصبية أنا بقوم بالمتابعة هنا وبالإشراف على المرضى على أعطاء أدويتهم بالشكل الصحيح في حال لازم تبديل دواء بآخر بحيث أنه ينصرف أدويتهم بشكل شهري وطبعا عم نحاول أنه يكون التغطية كاملة للمرضى حسب الإمكانية المتاهة عنها والأمور إن شاء الله كلها بإذن الله تمام حالة الحصار والقصف المستمر على المنطقة زادت من أعداد حالات الاضطرابات النفسية والعصبية والتي تحتاج لعلاج مستمر بأدوية مرتفعة الثمنة نظرا للحصار المفروض على ريف حمص وهو ما زاد الأعباء المادية على مكتب رعاية الطفولة والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة المسؤول عن العيادة والصيدلية قلة الأطباء ذوي الاختفاص العصبي وندرة أدوية هذه الأمراض وارتفاع ثمنها وضعت القائمين على هذا المشروع أمام تحديات كبيرة تتمثل بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من مرضى الأمراض العصبية والنفسية وتقديم العلاج المجاني لهم ترجمة نانسي قنقر